الأرز الحبة القصيرة نوضع ماء من الصنبور نقع على مدة 3 ساعات هيك بعد 3 ساعات نتخلص من الماء نوضع قطعة قماش نفرده على قطعة القماش نتخلص من الماء الزائد نتركه لمدة 3 ساعات هيك بعد 3 ساعات هو بظل فيه قليل من الرطوبة ما بأثر من شان ينطحن ناعم هيك تحننا ناعم من غرب له وإذا كان فيه نشأ الأرز جاهز ممكن نشتريه جاهز كيفكم؟ هيك نخلناه متل ما انتم شايفين نجيب أي وعاء متخصص للكيك أو أي وعاء أنه يدخل الفرن يتحمل حرارة ندهنه بالزبدة ونضع عليه ورق الزبدة نضع ربع كوب زيت تقريباً 40 جرام بالميزان دائماً أفضل استخدموا الميزان ربع كوب حليب تقريباً 40 جرام 40 جرام حليب نضع قليل من الملح تقريباً ربع ملقة صغيرة ملقة صغيرة فانيلا نحرك الخليط نضعه جانب نضع خمسة بياض بيض حجم كبير يكون بحرارة الغرفة ونضع 200 جرام سكر أو حسب الرقبة تقريباً واحد كوب سكر نقفق ونضع السكر بالتدريج هيك أصبحت جاهزة كما أنتم شايفين كيف تكون متماسكة شايفين كيف هيك أصبحت جاهزة نضع خمسة صفار بيض خمسة صفار بيض اللي عملنا بالأول حركه قليل ونرجعه إلى الوعاء هاي الأصباح جاهز نديره بأي وعاء متخصص أنه يدخل الفرن نرجعه قليل وندخله الفرن حرارة الفرن 150 درجة ماءوية تقريباً بياخد 60 دقيقة بعد 60 دقيقة نفتح الباب نغلق الحرارة نفتح الباب ونتركه يبرد في داخل الفرن نتركه يبرد في داخل الفرن من شأن ما ياخد صدمة البرودة وتهفت نرفع ورق الزبدة هيك أصبح جاهز التزيين هو كيفكم التزيين أنا بس مجرد أديكم أفكار سريعة بالتزيين أنتم ممكن زينوا شو ما بدكم ممكن تعمله عادة الكيكا بدون كيكاو التزيين بكيفكم وضعت أنا كريمة وسكر وفانيلا نطفق خمس دقائق أنتم ممكن زينوا بأي طريقة بتحبوها أنتم نوضع قليل من الفرولة فرولة طازجة أو مجمدة كيفكم أنا مجرد أديكم أفكار ولكن هو بخصوص التزيين في مجال كتير أنه أنتم تزينوا الكيكا حسب زوجكم نوضع الفرولة طازجة نوضع نعمل الطبقات نوضع كريمة ممكن كمان نعمل لون نوضع الكريمة لون أحمر لون زهري مثل ما أنتم حابين مثل هيك ونوضع على الجناب مجرد أفكار سريعة ولكن أنتم تبدع ممكن نحط فوق مجفف أنا حطت كرز مجفف ممكن نحط كرز مجفف فوق ممكن نحط صوص شوكولاتة ولكن أنتم ممكن تبدعوا أكتر من هيك نروش عليها السكر من فوق وهيك أصبحت جاهزة في أمان الله تذرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم تمنى الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة